السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه ياربوا تكونوا بخير وصحوا وصعادة حبيبي ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة وصفة خفيفة ومغزية ومفيدة جدا الوجبة دي تنفع كمان عشا وتنفع فطار وتنفع غدا وتنفع كمان تديها للولاد في اللانش بوكس حط لايك واللي لسه ما اشتركش معايا في القناة اشترك وكمان يفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد وبشكر كل حبيبي الجداد معايا في القناة وبشكر كل متابعين يوميات دودو بشكركم جدا تعالوا بقى نقول بسم الله ونبتدي في الوصفة بتاعتنا انا جبتي كده القطاعة والمبشرة وهسمي بسم الله وهبشر البطاطساية عايزها بشري ناعم تقدري هنا تضع في الكمية انا معايا اتنين بطاطس طبعا مؤشراها وغسلها كويس جدا ومعايا بتين البشر بيبقى ناعم زي ما انتوا شايفين سهلة جدا مش بتاخد معاك وقت خالص تقدري اتضع في الكمية انا هنا جاي بقى اتنين بطاطس كل بطاطساية وبالها بيضة تقدري اتقل الكمية وتقدري اتضع فيها على حسب عدد اسرتك حطي لايك لان اللايك مهم جدا للكناو لان بيرفع الفيديو وكمان عدد من الناس بتشوفوا اكتر واكتر عشان عالتنا ان شاء الله باذن الله تجبر هبشر كده البطاطستين البطاطستين وهنشوف هنعمل الوصفة مش هتاخد معاك خمس دقايق عندي البشرة اهو سهلة جدا ومغزية جدا هنشوف هنعمل الوصفة دي ازاي انا خلصت هنا كده البطاطستين ما شاء الله الدولة كمية وفيرة جدا بصوا الله اكبر تعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه انا جبت بولة كده ازاز هحط فيها بقى بشر البطاطس وهنشوف هنعمل ايه حطي لايك ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصل لكل جديد تعالوا بقى انا حطيت كده بشر البطاطس هبتدي اكسر البيت البيت برضو كنت غسله مش كنت حطاه جنب البطاطس كده مش مغصول شلت كده الطبق وهنبتدي بقى نجيب البهارات بتاعتنا نص معلقة من الفلفل اسود نص كزبرة معلقة ملح معلقة من الكمون وطبعا انا ان شاء الله المقادير بكتبها في صندوق الوصف عندي هنا قرنين فلفل طبعا دول اختياري وممكن تبدليهم برومي بتقطعي انا عايزها شوية سبايسي انت لو عايزها مش مش سبايسي يعني فبتقطعي عليها فلفل رومي ممكن تستغني خالص عن الفلفل رومي الفلفل اصلا الوصفة دي عسل بجد يا جماعة جربوها هتدعو لي حلوة جدا وسريعة وتعمليها زي ما قلتلكم ما بتاخدش منك وقت ولا مجهود والكمية الغذائية بتاعتها عالية جدا للولاد وكمان طبعا للكبار يعني كل بططساية قبلها معلقة دقيق اهو معلقتين من الدقيق خلاص كده جبت هنا الزيت هحط برضو آآ معلقتين من الزيت هجيب بقى المضرب واسمي باسم الله واضرب كل الكلام ده شفتوا بقى اسهل من كده مفيش بجد اسهل من كده عايزة تعملي عشا خفيف تنفع عايزة تعملي فطر خفيف تنفع غدا للولاد بعد ما يجو من المدرسة حلوة جدا اضربي بقى كل الكلام ده كويس جدا البطاطس مع البيض مع الفلفل مع الكزبارة والكمون والبهارات اللي انت حباها ضفيها واللي انت حابة تشليه آآ شليه الاساسيات عندي البيض والبطاطس آآ والدي قيد بعد كده بقى ممكن تضيفي وتشيلي آآ في البهارات زي ما انت حابة اللي بيهم بقى كويس جدا خلطوا كل المكونات كده بصوا جميلة جدا هبتدي بقى اجيب آآ القلاية عندي او الطاصة زي ما بتسموها وها معلقتين زيت كده طبعا ده كله على البارد وهجيب الفرشة وهبتدي قد هنا عندي الطاصة بتاعتي بالزيت وافرش فيها خالص الزيت هاكله يا حبيبي على البارد لسه ما روحناش على النار وابتدي هنزل كده عندي الخليط في الطاصة عندي بجد هتنبهره من شكلها آآ في الآخر كأنك عاملة فطيرة كأنك يعني محدش هيخطر على باله ان دي بطاطس وبيت ومعلقتين دقيق عملتي حاجة مفيدة لولادك وحاجة سريعة وحاجة صحية كمان زبطي كده عندك آآ آآ كل اذا أولاك الا على نار متوسطة وأقل كمان من المتوسطة وبيتغطيها أهم حاجة أن انت تغطيها وتكون على نار أقل من المتوسطة بشوية عشان ما تستويش بسرعة وتلاقيها لسه ما استويتش ما تاخدش لون اقصد وهي لسه ما استويتش هبتدي بقى اختبارها بتشوفيها بيثباتوا لكده بصوا ما شاء الله على لونها جميلة جدا هجيب طبق وهقلبها معاكم وهدتفاجئوا بقى بصراحة بشكلها كأنك عاملة فطيرة بسم الله ونبتدي بالراحة خالص وتخلي بالك من ايديك تقلبي بصوا ما شاء الله حاجة كده بصراحة وهم تقلبيها عالجنب التاني طبعا مش بتضيفي اي مادة تاني دهنية ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة تاني لان هي فيها حطنا لها الزيت كفاية مش هنحتاج لأي حاجة تاني هتاخد على الوش الاولاني بتاخد عشر دقايق والتاني بتاخد بتاخد خمس ست دقايق ما بتاخدش اكتر من كده ومستوية وزي الفل زي ما انتو شايفين تعالوا بقى نقدمها مع بعض وده الشكل يا حبيبي النهائي للفطيرة بتاعتنا يا رب يا حبيبي الفيديو يكون عجبكم لو لسه مشتركتش معايا في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجربوها وبجد هتتعولي عايزة لايك ودلوقتي يا حبيبي السلام عليكم